بطل واقعة مؤتة جعفر بن ابي طالب عليه السلام الاخ الاكبر للامام علي بن ابي طالب عليه السلام والذي عرف بحسن خلقه وشاجاعته وطلبه للشهادة في سبيل الله تعالى نال جعفر بن ابي طالب عليه السلام محبة رسول الله صلى الله عليه وآله لما ابداه من اخلاص وايمان في حياته يروى انه بعد فتح خيبر في السنة السابعة للهجرة قدم جعفر على رسول الله صلى الله عليه وآله فقام فتلقاه فقبله بين عينيه ثم اقبل على الناس فقال ايها الناس ما ادري بايهما انا اسر بافتتاح خيبر ام بقدوم ابن عم جعفر استشهد في واقعة مؤتة في السنة الثامنة للهجرة ولقب بجعفر الطيار وذو الجناحين حيث قطعت يداه في ارض المعركة وروي ان النبي صلى الله عليه وآله قال في حقه ان لجعفر جناحين في الجنة يطير بهما عوضا عن يديه اللتين قطعتا في المعركة دفن جعفر الطيار في منطقة قريبة من ارض المعركة وهي اليوم محافظة اربد الاردنية وله مزار كبير يأتي اليه الزائرون من مختلف البقاع الاسلامية وهناك صلاة معروفة بصلاة جعفر الطيار وهي من الصلوات المستحبة وروي انها افضل الصلوات بعد الفرائض وقد اهداها رسول الله صلى الله عليه وآله الى جعفر ابن ابي طالب بعد رجوعه من الحبشة تكريما له على جهاده المتواصل من اجل الاسلام ترجمة نانسي قنقر